تحذير الرسل بشكل عام هو تحذير ضد نظام أو فلسفة أو قيم هذا العالم بقول لا تشاكلوا هذا الدائر أو لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم وهذه الرسالة ليس فقط نرى في العهد الجديد هذه الرسالة كمان نرى في العهد القديم أن الله مرارا وتكرارا بحذر شعبه من المشاكلة أنه ينخرط أو يختلط مع الشعوب الأخرى لألا يتشكل بحسب مبادئهم وبحسب قيمهم وهذا ما حدث في القديم مما أدى إلى السبي أنه الشعب اتهزم وراح إلى السبي ونفس الرسالة في العهد الجديد نعم في العهد القديم أكثر من مرة فالرب حذر الشعب أن هما ما يتقلدوش بالشعوب اللي حواليهم قال لهم أنتوا شعب مميز ليه الفكرة هل الله بيحب ناس عن ناس الإجابة لا لأن الله مش عايز الشعب الخاص بتاعه يتمثل بالطريقة اللي بينفزوها الناس يحبوا الأصنام أكثر من الله يحبوا الخطية أكثر من شخص الرب وعبادة الرب حتى أن يشوع في يوم الأيام قال لهم أعبدوا أنتم من تعبدوا أما أنا وبيتي فنعبد الرب لازال الرب يؤكد في حلقتنا أنه العالم والنظام العالمي والتفكير بتاع الناس النهاردة يحبوا الماديات أكثر من ربنا يحبوا الأشرار أكثر من المسيح المخلص بل عكس ده أحبوا الهلاك وأحبوا الموت والدينونة أكثر من الخلاص والحياة الأبدية اللي بيقدمها الرب يسوع المسيح